تفاعل الأحماض والقواعد الأحماض والقواعد توجد عدة تعريفات لكل من الأحماض والقواعد، ولكن الأشهر على الإطلاق هو ذلك التعريف الذي ينص على أن الأحماض هي المواد التي تطلق آيونات الهيدروجين H+, وأيونات الهيدرونيوم H3O+, عند ذوبانها في الماء، حيث يتحد أيون الهيدروجين مع أيون الماء لتشكيل أيون الهيدرونيوم أما القواعد، فهي مواد تستقبل أيونات الهيدروجين H+, وذلك عند ذوبانها في الماء، حيث إن أيونات الهيدروجين تنجذب إليها وتتكون أيونات الهيدروجين OH- مقياس الرقم الهيدروجيني LPH الرقم الهيدروجيني LPH هو مقياس لحمضية المحلول أو قاعديته وتدرج قيمته بين 0 و14 حيث تدرج قيمة المحاليل الحمضية بين 0 و7، وتكون المحاليل الأقرب للصفر هي الأعلى حموضة أما القيم من 8 لـ 14، فهي قيم الPH للمحاليل القاعدية، وتكون المحاليل الأقرب للـ 14 هي الأعلى قاعدية تفاعل الأحماض والقواعد يسمى تفاعل محلول الحمض مع محلول القاعدة بتفاعل التعادل، وينتج عنه ملح وماء مثال على ذلك تفاعل حمض الهيدروجلوريك مع محلول هيدروكسيد السوديوم والذي ينتج ماء وملح كلوريد السوديوم وكذلك تفاعل حمض الهيدروجلوريك مع محلول هيدروكسيد الكالسيوم والذي ينتج ماء وملح كلوريد الكالسيوم